تعتبر الحرية حلم كل سجين تم أسره حول العالم ولهذا تشهد مختلف السلطات محاولات هروب من حين لآخر ينفذها أشخاص تم الحكم عليهم بمدة طويلة وبالتالي قمت العديد من شركات السينما بإنتاج أفلام مستوحى من محاولات هروب حقيقية لأسر حرب أو لمساجين جنائيين كما أنتجت قصة وهمية حول هذا الموضوع باختراع وسائل مستمدة من التقدم التكنولوجي إذن هذه هي قائمة أشهر العرب الذين تمكنوا من الهروب من السجون بذكاء ولكن قبل الخوض في التفاصيل ندعوكم مشاهدين الكرام من الضغط على زر الأعجاب زر الاشتراك وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مثل شيق وغريب لنتابع هروب الجزائري فايد في صباح يوم 13 أبريل 2013 هرب فايد من سجن سيكودين في فرنسا مستخدماً للمتفجرات للتفجير خمسة أبواب في السجن كما احتجز أربعة من حراس السجن كرهائن أثناء الهروب ومن ثم استخدم سيارة الهروب التي أحرقها في مدينة الليل الفرنسية وغادر في سيارة أخرى في نفس اليوم تم إصداره أمر اعتقال على مستوى أوروبا تم القبض على فايد مرة أخرى في 29 مايو 2013 في فندق بياند بي في بونتولت كومبولت فرنسا ذكر الانتربول أنه كان يحاول الحصول على وسائق مزورة للوصول إلى إسرائيل وفي صباح الواحد يوليوز سنة 2018 حولي الساعة الحادي عشر والنصف تم إخراج فايد من سجن في رياو بمساعدة ثلاثة شركاء مسلحين وطائرة مروحية تم اختطاف المروحية من مطار قريب من قبل مجرمين تظاهروا بأنهم طلابوا مدرسة طيران وتحت تهديد السلاح أجبرا مدرب الطيران على المشاركة في الهروب تم العثور على المروحية في وقت لاحق بالقرب من مطار شارل ديغول حيث كان يعتقد أنه والرجال الثلاثة قد فروا بالسيارة وأطلق بعد ذلك سراح مدرب الرحلة دون إصابات ركزت الشرطة الفرنسية في المقام الأول على مطاردة محلية بينما فكرت أيضا في احتمال فرار فايد إلى الخارج حيث حذرت الشرطة من أنه بخلاف الكريزما والهالة التي يتمتع بها فإنه شخص خطير وبعد الثلاثة أسابيع من هروبه أفلت فايد بصعوبة من قبضة الشرطة بعد أن رتضته السلطات بالقرب من باريس أما في الرابع والعشرين يوليوز 2018 فقد تعرفت الشرطة على فايد عندما كان يتواجد داخل سيارة مع شخصين لكن لم تستطع إلقاء القبض عليهم حيث تمكنوا من الفرار وتم العصر على السيارة فيما بعد مهجورة في موقف للسيارات وبداخلها متفجرات بلاستيكية هروب المغربي أشرف السكاكي في الثالث والعشرين يوليوز سنة 2009 أصيبت بلجيكا بالصدمة بعد هروب أشرف السكاكي بطائرة هليكوبتر حيث قام إثاني من شركائه بالتخطيط للقيام بنزهة سياحية بطائرة هليكوبتر في ديس كوميود وطلبوا من الطيار التحليق فوق ملعب جان برايدل الذي يبعد بضعة أمتار عن سجن بروج وفجأة وجه أحد الشركاء بندقيته نحو رأس الطيار وأمره بالهبوط بالمروحية في ساحة السجن وتعتبر ليزلي ديكر إحدى المتواطئين معه وهي خطيبة المعتقل محمد جوهري منظم عملية الهروب وبهذا يعتبر سكاكي الآن من قبل الانتربول أخطر مجرم في بلجيكا الهروب الجماعي من سجن النيترون في اليوم الثالث لثورة الخامس والعشرين يناير عام 2011 بمصر شهد سجن وادي النيترون الشديد الحراسة أكبر عملية هروب جماعي للمساجين وكان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من 45 من قيادات جماعة الإخوان حيث استخدم المقتحمون اللوادر والكراكات والبيلدوزرت الضخمة في هدم أصوار السجن وإطلاق سراح السجناء وهي القضية التي حكم فيها مرسي ورفقائه تحت اسم الهروب الكبير من وادي النيترون أصدرت فيها أحكام بالإعدام والمؤبد على المتهمين قالت محكمة مصرية في هذا الصدد أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين تآمروا مع حماس وحزب الله ومسلحين محليين لاقتحام سجن في عام 2011 وإطلاقوا سراح أكثر من 45 من قادة الإخوان بمن فيهم الرئيس محمد مرسي وأكد مرسي وقادة آخرون في جماعة الإخوان المسلمين أن السكان المحليين هم الذين أطلقوا سراحهم كما نفت حماس الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين تورطها في الهجمات على السجون أروب باكر ميم عين وفي ظاهرة أخرى تمكن السجن مصري يدعى بكر ميم عين من الهرب من سجون برج العرب بطريقة سينمائية مستوحى من الأدات الذي قام به الممثل المصري محمد سعد المشهور بلقب الليمبي إذ قام السجن بعد الحكم عليه بعشرة سنوات سجن نافذا باستغلال سيارة الخضروات والمواد الغذائية التي تتردد من حين لآخر على السجن من أجل التسلل خفية من الباب الخلفي والهروب وفي هذا الصدد لم يتوقع أحد بما في ذلك مسؤولي السجن أن يتم تجسيد أحداث الفيلم على أرض الواقع وهو ما قد يعتبر بمثابة استهزاء من قدرات مسؤولي السجن في الحراسة خاصة مع تنفيذ عملية هروب بهذا الشكل البسيط والمسير للسخرية وبالتالي تم توقيف حارس البوابة الخلفية للسجن بينما يتم التحقيق مع مسؤولي السجن هروب صلاح هذه من أغرب وقائع الهروب من السجون في إسبانيا حيث قامت السلطات الإسبانية في ماي من العام الجري بعد اعتقال المغربي صلاح الذي يبلغ 24 سنة بنقله إلى المحكمة مع مجموعة أخرى من المدانين بالقتل العمد كانت المحكمة مشددة الحراسة من داخلها إلى خارجها والسبب راجع إلى كون تواجد مدنيين قد يتعرضون للأذى وعندما حان وقت الرجوع إلى السجن ثار بعض السجناء غضبا ربما بسبب أحكام القاضي وبالتالي استغل صلاح هذه الفرصة من أجل التسلل خفية من الباب الخلفي للمحكمة بدون إصارة أي انتباه بعدما توجه معظم أفراد الشرطة إلى السجناء المشاربين من أجل إعادة السيطرة على الموقف قام المغربي صلاح المدان بتهمة القتل العمد بخلع ملابس السجناء وارتداء ملابس عادية ومن ثم مشى على أقدامه إلى حين خروجه من المدينة وهذا الأمر هو الذي حير الشرطة الإسبانية إذ زعمت أنه لا بد وأن كان هناك من ساعده في الهروب بحكم أنه نادرا ما تقع حالات الهروب في البلد فقد قالت السلطات بأن هذه أذكى عملية هروب في تاريخ إسبانيا وتجر الإشارة إلى أن الشرطة الإسبانية ما زالت عاجزة عن تعقب آثاره أو القبض عليه بعد فراره لأنه لا يملك أي وسائق تثبت هويته أو إقامته بإسبانيا ومن القصص الأخرى التي تغطي أحداث هروب العربي من السجون نذكر حسين بيوض التونسي فبعد اعتقاله من طرف السلطات التونسية بتهمة السرقة والاتجار بالمخدرات وغيرها من التهم قامت الشرطة بنقله ورفقائه الذين تم اعتقالهم أيضا إلى المحكمة حيث سيتم إصدار الحكم إلا أنه قبل التوجه لتقديمهم إلى العدالة قام حسين والمتهمون الآخرون بالتسلح بوضع سكاكين صغيرة حادة في أحذيتهم وقاموا بإخراجها في المحكمة مما آثر الفوضى ومن ثم قمت السلطات باستعمال القنابل المسل للدموع من أجل السيطرة على الوضع بهذا استغل حسين الفرصة وفر بدون سابق إنذار لكن حريته لم تدم طويلاً إذ ثم القبض عليه مرة أخرى بعد أسبوع من هروبه أصدقاء قناة وقائع لا تنسوا الاعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك موعدنا غداً